هذا مشروع فريد من نوعه سواء من الجوانب الخدمية أو من ناحية الجوانب الفنية فبالنسبة للخدمية هو يعتبر رابط بديل لخدمة سكان والقطاع اللوجستي والشركات الموجودة يوفر الوقت ويحقق ربط بديل أيضا هو مشروع استثنائي من ناحية أنه هو أطول ربط بحري داخل المملكة 3.2 كم داخل البحر الجانب الثاني هو فريد من الجوانب الفنية سواء بالأعمال البحرية من الناحية الفنية ذات التقنيات المتقدمة أو الحساسية البيئية حقيقة لهذه المنطقة اللي يمر فيها الجسر ولذلك كان في عمل كبير مع الجهات المختصة بالجوانب البيئية لأخذ الرخص اللازمة ووضع الحلول الهندسية المناسبة اللي تحافظ على الموائل البحرية الموجودة بالمنطقة وأيضا يعني محميات المانغروف اللي احنا نقع فيها في هذا المكان المنطقة الشرقية تشهد نحوها يعني كبيرة في مجال الطرق عموما سواء في جودة الطرق رفع لمستوى الجودة أعمال الصيانة أعمال السلامة وأيضا استكمال المشاريع المتبقية ومنها هذا المشروع الجوهري اللي نقف عليه وقفنا على أعمال الصيانة في طريق أبو حدرية اللي وصلت أيضا لمرحلة متقدمة نتطلع إن شاء الله على فكرة منطقة المنطقة الشرقية فيها شبكة عظيمة 6800 كيلو متر من الطرق الرابطة 6800 كيلو متر وإن شاء الله تستكمل بقية أجزاء الشبكة وتستمر الجهود في رفع مستوى الجودة والسلامة في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حيوية وهو حقيقة خلال السنوات الأخيرة بالذات الوزارة ركزت جهودها في المنطقة الشرقية ويعني نتطلع إن شاء الله أنه تستكمل هذه الرحلة ترجمة نانسي قنقر